تتواصل الخلافات داخل الأرويق السياسية بشأن قانون الانتخابات فبينما يلوح المعارضون بالنزول إلى الشارع تصر الأغلبية الفرلمانية على تغيير هذا القانون لا رغبة أموق فتمتلكه الكتل الصغيرة والمستقلون للرجوع إلى نظام سانتليغو الانتخابي مهما تعددت تبريرات الأحزاب السياسية الكبيرة المنضوية في تحالف إدارة الدولة ولا سيما المصيرة على تعديل قانون الانتخابات بأقرب جلسات برلمانية ستكون لنا موقف ووقفة تختلف أن طيلة سنين التظاهر السابقة في التظاهرات السابقة والاحتجاج السلمي السابق كنا نمانع سانتليغو والخلوقات الانتخابية والبيئة الانتخابية إلا أن الطبقة السياسية كانت دائما لا تسمعنا أن هذه ديمقراطية الأحزاب تطبق في العراق وليس ديمقراطية الشعب الأكثر وليس ديمقراطية الشعب المستقل الرافضون لتغيير قانون الانتخابات يرون أن نظام الدوائر المتعددة والقاسم الانتخابي لسانتليغو لا يخدم الأحزاب الكبيرة فحسب بل يضع الحركات السياسية الناشئة في خندق آمال الفوز الضعيفة ويقربها كثيرا من نتيجة الخسارة هذا القانون هو ما يخدم الأحزاب الناشئة المدنية وهو يخدم فقط كتلة الإطار اللي بالحقيقة هي لا تمثل كل الشعب بالنسبة للأحزاب التشرينية تعرفون هي أحزاب حديثة حتى إذا كانت قاعدتنا الشعبية كبيرة لكن هي أحزاب حديثة لا زالت فأنت من تطلق هذا القانون وبهذه الطريقة التي تميل الكتل الكبيرة فأكيد ستكون حظوظ هذه الأحزاب الناشئة أقل الركن إلى لغة الاحتجاج والتظاهر هي الخطوة التي يلوح بها المعارضون إن بقيت الكتل السياسية الحالية متمسكة بقرار تعديل قانون الانتخابات بالنسخة التي تتعاكس مع وجهات البعض من الأحزاب الصغيرة قد يتطور الرفض ويصبح موقفا متصديا من قبل المعارضين والأحزاب الناشئة لعودة نظام سانتليغو الانتخابي إذا سارت الكتل السياسية الكبيرة بخطى تعديل قانون الانتخابات أحمد ليث بغداد الرابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر